زريف ما ايه؟ يعني؟ ابو الشباب بحكي لك كلمة إليك ساعة ما عدني عم تصفن فيه بحكي لك كلمة تفضل خمسمائة ليرة أكتر من خمسمائة ليرة ما بسوق شو خمسمائة؟ هاد بتبيعه بثلاثة الاف ورقة ركل؟ ألماني ألماني أصلي هاد لمباط؟ كام؟ بثلاثة الاف وخمسة الاف ما بلاك لا بس هلا بخمسمائة يا دو بروح يا او ما يروح وشو فرق قبل عن هلا؟ من سنتين ثلاثة كانت موضة شرع الشغلات القديمة دارجة بس هلا بطلت حوله ولا قوته إلا بالله طيب طيب سبعمائة ورقة خمسمائة أنا بتفعلك خمسمائة بس غيري بجوز ما يدفعلك المبلغ بنوب هاد 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 خمسمائة ها هاد خمسمائة هاد خمسمائة هاد خمسمائة ما ركنا فيك شوين هادول النسوان اللي آخر موديل شغلتهم شغلة كل ما بدون يعطسوا بدون المساعدة يعطيكم العافية والله يا عافية يلا أهل باتي بالشريب العزيمة تبعكم انت حاني إيجي طقحنك معكم وانتسلى هل إيش عزبوحانون إيشون إحنا غربة؟ غربة مغربة بدو يصهر الواحد بدو حنك يكون شغال هاااااااااااا لك عم اتضحك اتذكرت شغلي وقت اللي عزمت انت لما اتزوجت خير شو تذكرين؟ لك وقتا باكا في تكاسي كتيري مثل هلا اتذكرت شلون نطاعت السجادة من بيتنا لبيتكن وقتا وجعلي طهري لك ما اكله ما اكلني نفس اكل من القلمين اي طبعا طبعا الموجوع كافي كله نفس لا يأكل ولا يحكي ولا يتذكر ولا يشوف حدا ايه بس اخد درس لما اتزوج عدنان انت لحالي يا ولد ما تشتري غير ما خفه حمله وغلي ثمنه ايه بذلك اشتريت له بروحة سقف باربع شفرات ومو بتلاتة وقعدت هدك لوقت مبسوط ومرتاح ايه عدنان شلون بروحة لساتة شغالة؟ ايه لساتة شغالة؟ ايه شو بدك منحكي؟ صناعة قبل مو متل صناعة هلا كل شي كان باكن صناعة المانية هلا بتشتري الغلط ما بتعرف قرعت ابو مني سجادة مروان كل شتوية بفلشها في الصالون وما في مرة صلى شي تقيلة بنت الحرام سوف مية بالمية ويبقى هلا صار اكتر من عشتالة بليران ايه مو متسجاد هلا من اول غسلة بشي شبطوطة؟ موسيقى 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 شوف؟ وين صبناك؟ بالكباب لسه بدك شين الدكاء؟ لا أفعالتين الله يعطيك العافية طوبة ما عادي أعمل عزيمة بحياتي إلا إذا رفعوا الحدود تبع الراتي ياللي بيسمعك يا عمال بفكرك إن العزيمة مكلفتك عشرة الاف ليرا وبداك دخل بلا حدود أنا مومشان التكلفة ياللي بجيبته مصاري بيتصل بيجيب أكل جاهز وبيدفع بخشيش وعم يضحك ويلعب ما بيطلع عالشارع أشريب مرة رايح جاية رايح جاية رايح جاية يالله نحنا مو كل يوم نعمل عزيمة ياللي باركونا عزمناهم مو صفي عننا غير هدود لماذ شخصات المناسبات؟ بكرة بسنا نشتري بيت بدون يجوء باركونا ونعمل عزيمة بسنا نشتري سيارة بدون يجووقوا نعمل عزيمة شوما عملنا بدون يجوء باركونا ونعمل عزيمة ما شخص يحكل ايش باركلنا تطمن لأنه بحياتنا محن نشتري لابيت ولا سيارة ولا أصحاب الدخلي المهدودوا بدنا نشتري سألني إلي تعبر قلبي أعماد، سألني إلي يالله! قود عم نتسلى بليت بدي يروح خاطركم مع السلامة من راح؟ راح ايه سيدي؟ فكرت اللي بموضوع الهدية هلا؟ فكرت بس ما بعرف شو بنا ناخد المهم انت قديش معت مصاري انا خمسمية وانا سبتمية الف ومية منشف لنا شي غرط بيها الحدود وبناخد بيها ما بيمشي الحق ليش ما بيمشي الحق؟ شو نحن اننا ناخد له سيارة؟ ايه مو سيارة بس ما شفت له جميل شو عم يلمح من الصباح؟ شبنا نتاوي شفت لك شفت لك ما شفت لك اختر مروحة صار حاكيلة عنها اكتر من الدورات اللي دارتها عندي لجان السجادة صار حاكيلة عن السجادة اكتر من الوبر والخيطان اللي فيها اخ انشان هيك عم بقلها بدنا هلية مرتبة اكتر من هيك ما بنقدير ما عجبوا ستين عمروا ليهجبوا نحن بنقدر نلف عن الموضوع شلون بنقدر نلف عن الموضوع؟ طول بلك نحن ما لازم نجيب له من السوق شغلة يعرف سعره او يقدروا تقديره على القل نحن لازم نجيب شغلة ما يعرف سعره نهائيا متن ايش؟ يعني شغلة انتيكة عماد بحب الشغلات القديمة كتير دا عرم فيها مرواء انه خرجة بتشتغل نصات دولي مطرح صندوق النقل وهيك منفتة عيننا ببلاش من دون ما ندفع ولا فرن هاي منصب هاي سياسة الخروج من الحصار باقل خسارة ممكن معناها منطلع من هون دغري على باب تومة وباب شرق يسوي الحبيدية لا 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 حبيبي هذول محلات عملين لحال نسمعه لازم نروح على محل ما يكون حدا قابضه ابنه لا لا ليل لا 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 لأن الله لا يوفقه الله لا يوجه له الخير الله لا يوفقه مين عدنان؟ شغلة مالك فيها الله لا يوفقه شبك صاير معك شي؟ لا ماصير معي شي شو بدو يَصير معه يعني؟ وين سعتا؟ لك هذا البياع اللي اشترينا الهدية من عنده العيماد طلع حقه الفين ليرا نحنا معنا الف ومية ما رضي إلا أخد ساعتنا رهينة عنده كنتوا جيبوا هدية ب الف ومية ضروري طبع ال الفين لك طبع ال الف ومية وما دون ما بتعب بالعين يعني شغلات صغيرة كلها شي قد الخنصر وشي أصغر بقى مو حلوة نروح لعنده ونطالع الهدية من جيبتنا هاي حلوصة مظبوط حق معك الساعة ستة ونصرح نلتهي انا ومروان تحت قدام بيت عماد مشان ناخد الهدية يسلموا إيديك يا معمو الله يخلينا ياكي يا رب سهر وانتوا بابا اليوم عنا الله يوفقك تقبريني مايسا ما لي جلد ع السهر بعدين تعبت بدي روح ارتاح طيب وحلو تروحي بالعش وصالك من الصباح عم تشتغلي ما عليش تقبري قلبي هلا باخد معي كمكب بايب تعشاه وانا ابوكي لازم بروح تقبريني ما تروحي نتعشاهو كل ما بدك قال للمدير العام يا عيب الشو ما عليك يا عزام انت اللي معك شهادة من برة ومختص تحلل غلط وهاد هاد اللي ما معه شهادة يحلل صح روح تضرب انت واللي اعطاك الشهادة شكرا 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 لك يا امي لك خبرة اكبر مدرسة ايه مو بس خبرة هون في مخ مو اطرابيز مكدوس يالله جميل يالله قوم يالله قوم زوين لوين يعني على بيت ما هيا عادي اليومنا نسهر هون يوه نحنا جايين نسهر هون نحنا جايين نساعدو ونروح بنتي شوف شو جايبين هدية لاك انت شو دخلك بالهدية الهدية اليك مرتعمين كل عالك مفكرة انه حخليكن تروحوا لا اليوم سهرتكن عنا للصبح واللي بينعس بيفوت بينام جوا ما في مشكلة منهم ما في مشكلة ليش مفكرة رح يتركوا لك مطرح هلأ اولاد مرواني بيتعشوا كل واحد بيتقيح بجنب هادا اجاباتا ركولهم اثنين يناموا عندهم للصبح لجالك خلي مرتعمك تروح وانا بكبت الشهرة معكوا ها اجوا ما عارف يروحها لحدا يا اه مساء خير هايسا جندة عائدة هايسا 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 هاي купون في الوقت ولا يهمك بكرة الصباح بكون عندك ايى الله يصلحيك انتقلتوا من الحارة حطوا خبر قولولي سألت سألت ماحدك بيعرف عنكون شي ماشي ماشي وليهمك مع السلامة شكرا 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 موسيقى 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 حماد افتاح الهدية لشو شوفيه بس مالشاق الوراقه متلوفو فيه شي هدية لحده لك طول عمرك هيك لك ما بتكبق الشي شايفي أبوكي موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 تاعي تاعي لا تتصلي بس يرجع حكي له وقال لي له خليه تلفلي ما بدنا فضايح بالشغل ماشي هده اللي كان ناقصنا بآخرة عمرنا عيساء روح جبيلي كاسمون نعيوني ما تعمي تكرمي انك وينك انتي انا لواني ولا انت وينك انا طلعت مشوار صغير ورجعت ما لقيتك ورحت تفتلت شوي حركت مفاصلي حركت مفاصلي عم بيسألو قال يعني رح يحكيلي شو في شي سلامتاك خلاص ميساء مو ام عادر شافت العنكبوتة بالفنجان طيب الكندرة بلا حكي فاضي متل ما شافت العنكبوتة بالفنجان بتكون شافت الفنجان كمان طيب احكي مع امك اخ طيب يكون باله مجهول هلا مع اكحق لازم احكي معه ما تخبر ابي بالموضوع منه لو بتطوعينيو تستمي شوي كنا عملنا عرس مو ضروري العرس بنعمل قاعدة صغيرة بكفي متل ما بدك بس احني انا بشوف انه واحدة مثلك بهالجمال حرام ما تقعد عالاسكي بتلبس بسطان عرس نصيبي هيك شو بدي اعمل بس لو قدرتي تستمي شوي كنت بدبر حالي من وين بدك بدبر حالك خلاص على قد الحافنة من المدرش لينا شو بدنا نعمل متل ما بدك لكن مشكلة انه ما حدا عم يصدقني لا او شو بيقولولي لا تحكي قدامه شي مشان ما يعصي لو هو ما اتصل فييون وحاكي لهون عنك كانوا اتصلوا بهدلوكي من غير ما يتأكدوا عن اذنك ام عادة عن اذنك ام عادة علو شو هالحكي؟ امتى؟ يكتر خيرك يكتر خيرك منيح اللي خبرتيني لا لا ما بجي بصيره لحده طيب مع السلامة متل ما حسبنا حسابنا خير امرقه واحدة قد بناته عم يتفقهوا وياها على العرس انا قلبي كان حاسسني خبروا ولادي خليوني يتصرفوا هلا بخبره هالمرة ما عاد فيها مزح ابنه والله اذا الكلام صحيح ببوت فقع يا امي يا امي يا امي صارلك اربعين سنة مع الرجال معقولها لا بتعرفيه لا ماني بسدد ولا يمكن سدد امي بيكونوا مخربطين لا ما رح حكي معه وانتي كمان ما رح تحكي معه مع السلامة لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله هذا اللي كان مقصنا خير عمات شوفي قال ابي بدي يتجوز واحدة عامل عشرين سنة اي وليش لا بلوزي عمله على فكرة لك في ناس كتير تشهل على كبر انت ما شفت حلقة زافين عن جهلة الاربعين بس ابي زجهة ما بيلاقي ولا واحدة تقبل فيه لا صحة ولا مال وعلى شو ما تمدئ امك بيالحكي شو دليلة يعني قال في ناس شايفينوا عمشتري كندرام الصالحية وفي ناس شايفينوا شاري قميص مورد من الشعلان وعود بقى والارزق والاداء الرقبة المعادة شايفي عن كبوتة بسبع رجلين وحية بسبع شطلات بالفنجات ربع القهوة انا ما كانت عبا الصرر لأمي معناتا في انا وين كنت لهلقة؟ وين بدي كوني يعني عم بتفتت مضحكتك انا مو هيك مفكرني ما بعرف مع مين كنت طول النهار وهي عرفتي شو المطلوب؟ على القليلة خبرني مو من ورا ضهري لك شو بدي خبري؟ اذا انا نفسي اليوم حتى وافقت بالاول كنت رافض وشو اللي خلاك توافق طالما كنت رافض؟ البنت قصرت شو قعمة؟ وانا؟ انا مالي رأي انا؟ ولا موافقتي ما بتهم حدا؟ لك انت شو دخلك حتى توافقي او ما توافقي؟ وما خطر ببالك انه البنت صغيرة؟ لك شو زغر هالزمان عمره عشرين سنة؟ بعد كم شهر رح يصير عمره واحد وعشرين؟ والبنت انا بعرفة ولا ما بعرفة؟ لك حنان بنت ابو تيسير هدا يلي بتكرهي امه انتي بس هو كان صاحبي الله يرحمه ووصني فيها قبل ما يموت وهيك اللي بيوصيك بالبنته؟ تغريع الجواز بدل ما تخليها تتعلم وتكفي تعليمها؟ لك انا ما دخلني البنت هيك بالدام استقتلي خلي كل شي يصير بالحلال وبلا وجعتها الراس يعني مو سائل عن شي لك عن شو بدي سهل؟ طول عمره العالم بتتجواز يلي بيسمعك بيفكرني عامل جريمة وامتك كتب الكتاب؟ كتب الكتاب والعرس بيوم واحد يعني ما في تراجع بنوب؟ لك ما في مجاك لو في مجال كنا اجلنا لدبرنا شوية مصاري نعمل فيهم عرس بس البنت حاطة رجليها بالحيط حتى امه ما عم تقدر تقنعها وامها موافقة كمان؟ لك طبعا موافقة ليش حتى ترفض؟ وامت العرس؟ بعد بكرة لك ليش عم تبكي؟ لك رح تروحي عالعرس رح تكوني موجودة كتر خيرة لعيد موسيقى 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 خير شوفي رجع من الشغل ولا لسه ما رجع يا عماد عماد خير أمي خير شوفي أبوكم بعد بكرة كتب كتابه ضليت نبهكم وإلكون ما كنتوا تصدقوني كمان معادل شافتك فنجان أمي لك لا أبوكم اعترف لي بلسانه بيكون عم يمزح معي شو قال حكي الفاضي أمي معقولة أنت لسه عم بيقلي عم يمزح قبل ما يعترف لي في عالم شافو راكب هو وياها بالسرفيس لو بشوفه بيعيني ما بصدق شو وضع اليمن أبي صاير عماد مرت عمي ما رح تحكي هيك إلا إذا كانت متأكدة صلى مع عمي أربعين سنة أكيد بتعرف مزحه من جده أمي رح تيا عند أخير أقول ايه رحت لقيتهم مسافرين لعند أهل مرته ليش أخوك بيعرف يعود بالبلد طيب خلص أمي ولا أميك هلأ بروح بحكي مع أبي لا لا تحكي مع أبوك أبوك متنح روح أحكي مع البنت مين البنت لش معرفها ايه بتعرفها بنت أبو تيسير حنان ايه حنان عيشة كتير بتشوفة كتير بترجلطة كتير بتعرفي عنوانها؟ ايه طبعا بعرفه مرحبا حنان اهلين عماد علا ما أعتقد مهيت؟ ايه نعم هو بينه تفضى الفوت؟ لا لا ما في داعي جاي أحكي كلمتين واحمل حالي ومشي تشرب القهوة وبتحكي ما بتقدر تحكي وأنت عم تشرب القهوة؟ ما في داعي للقهوة جاي أسألك كم سؤال واحمل حالي ومشي اسأل صحيح الحكي اللي سمعناه؟ مخصوص شو؟ خصوص كتب كتابك بكرة بعد بكرة يعني صحيح؟ ايه صحيح؟ شو اللي مفاجأت بالموضوع؟ حلق من بين كل العالم ما اخترتي غير هالعريز أنا تدخلتشي وقتل إنت اجوازت؟ لك فاهميني بس شو اللي عاشبك فيه؟ ليش اخترتيه إله بازال؟ لأنه الإنسان الوحيد اللي ممكن يقدم لي روحه إذا طلبتك طيب ما فكرت بوضعه؟ خرج الجواز مو خرج الجواز بيقدر ما بيقدر؟ ولا ما بيهمك الموضوع منه؟ إذا بدي يفكروا بوضعوا يفكروا بوضعوا بحياتنا ما من الجواز يعني ما رح تراجعي؟ ما رح اتراجع؟ ليش حتى اتراجع؟ بعدين أنا مالي لا أم ولا أب وما بد رضل ساكنة لحالي وما بد رضل ساكنة لحالي 4 سنين يعني أنا رح اسكن معه مشان هيك بيوصل لآخر الشهر ما معه ولا فرنك لأولاده ما بيدفع بس لها المقوصة بيدفع لها أنا ما عم يدخل بمخي اللي عم شوفه ما عم صدق عيوني؟ معقول أبي يعمل هالعملة؟ عمي رجالة كبير وبي هدا العمر بتصير نزوات بعدين بتكون الحقيقة والله عمي يبين حب داك لا بتحبه ولا شي كله كذب بكذر لا أكيد بتحبه لكن بيشو طمعاني؟ اما عنده شي ينتمع فيه بك ما هاد يا مي سالم حيرني ومجننني امي؟ أبي عنده شي دهب مخبيه بشي محل؟ أو معمره شي بناي ومحاكي لنا؟ ليش منلو؟ في مرة وصل لآخر الشهر بنقلي لحتى يخبيه؟ طريب شو عرفك إني عم تكذب؟ سألت بالحارة هني في إيه علاقة مع شاب؟ كل أهل الحارة بيعرفوا إنه في قصة حب بيناتهم تنهبه؟ تتجوز الشاب؟ شو بدي بأبوك لك؟ بصراحة أنا خايفي كوفي ملعوب بالنص ملعوب شو؟ بدي أبي غيطاء العلاقة غير شريفة طيب حكيه مع الشاب بل كيف تفهم منه؟ مرأت لعنده ملقيته بس تركت له خبر يمرقل عندي وما سفقتش يكف هاريت الله سنانا الأمامية له العنكبوتة؟ ما بدي استفزة هلأ في احتمال نحل الموضوع ما بدي عالج الموضوع بالمشاكل والقصص خلينا نمشي بسياسة الخطوة خطوة لا وصلنا لحقنا خلاص امي خلاص تركي الموضوع علي شو بدك انت؟ أهو يا خركة من دواء الحمام وكل خد علي شو بدي القهوة؟ قولك عين تطلب قهوة كمان قولك ليش حتى ما يكل لي عين؟ شو قاتلك أبوكي لا سبح الله؟ شو بدي تحكي لوحدة؟ خليها بالقلب تجرى حولها تطلع لبرة وتفضح شو فيه؟ لا تبكي وتتبك بكي هلأ بروح لعند حنان وبدال ما تساوي لي قهوة بتحطي لي فطور كمان ولا بدي من ميتك ايه وار؟ ليت؟ خير بشان شو تركت لي خبر جيل عندك؟ بصراحة بدي أحكي معك بخصوص حنان شبه حنان؟ تحبه؟ قد البحر وبعد السماء مو هي؟ أكبر من البحر وأبعد من السماء مدام هيك شو بترضالها الجوازة؟ يعني شو بدي أعمال؟ ما معي مصاري؟ يعني القصة كلياتها مشان مصاري؟ طبعا أنا قلت له لحنان تستنى عليه شوي لبين ما يسير معي مصاري بس ما كانت وافق أساكني لحالة والعالم صاري بتحكي طالع نازل طيب و أنت؟ أقنعتني ما عحا إذا بدأ تستنى لبين ما يسير معي مصاري بحياتها ما رح تتجوز يعني العائق الوحيد هو المصاري؟ طبعا لو معي مصاري كنا نتجوزنا من زمان وعملنا أحلى عرس بس شو بنا نعمل؟ هيك نصيبنا؟ وإذا افترضنا أنك دبرت مصاري هلأ فيك ترجع تغير الأمور؟ طبعا بس من وين يا حصرتي؟ أقل من خمسين ألف ما بتكلف العملية فادي نعم بسمع بهالمقولة اللي بتقول هرب أخين لم تردهم أمك بسمع أنا رح دبر لك خمسين ألف ورقة لا لا أكره شي علي يدي ما بدي يدين لك مو دين هدية على أي أساس؟ لا بعرفكم ولا بتعرفوني حنان مثل أختنا ونحنا ما منرضى لهيك جوازة العالم بتحكي علي وعلينا طيب بس إذا ما في مصاري ما في داعي ما بدي أرجع أي إيش على الوهن مرتاني خلاص ولا إهمة اليوم المساء بدبرلك المصاري بسيك يا رمادي يا شو هاي؟ بسمعت كل اللي صار بينك وبين هذا الواطي فعلا الواطي؟ معقولة واحد زيت حبيبته بأحضان واحد ختيار بشان المصاري؟ لا أما أنت كنت لازم تبهد له طولي بالك مو هلأ البهدن الكبيرة ما بدي أخد وأعطي معه بشان ما أحرق الطبخة بدي أتبع سياسة الخطوة خطوة مشان إذا الواحد بدأ يتراجع يكون راسه مرفوع طيب بلنام بدأك تدبر بقية المصاري؟ حرو عند أمي شوف إذا ما عشوية مصاري مناخد إذا ما معها بشوف شغلات التنباع تدبر حالي خد مستعدة بيها كل شيء شو هدول إمي؟ الموم بابوك ما يتجوز واتبهدل بآخرته عمري ما بتتبهدل إمي؟ ما بتتبهدل إمي؟ ما بتتبهدل إمي؟ وشاء الله ما رح يتجوز خد كنت دول شايلتن مشان الجناستي والعزم مشان ما تلبكوا فيني؟ شو أعمال؟ تلبكوا فيني؟ الموم بابوك ما يتجوز هالوقات هالعديثة هي اللي بيسمعك فكرك مقطوعة من شجرة وما في مهين طلعك أحسن طلعة علي الحلالة طلعك أحسن طلعة بعد عمرين طويل طبعاً لك يا ابني بركي ساعبت بـ 25 الشهر ما بدي إياكم تطلعوني بالدي بس إمي بس عندك اختصاص بيقلب كل شي غم الحرو عند إخواتي يسألهم كل اللي معنا 25 الفرقة قومهم تضافروا ومن هزموا ليش ما تفرشونه الجازة؟ خليه يتجوز بس اللي بيصحله بنت العشرين بيقعد مع أمرقوف؟ يعني هلأ إذا صحلك أنت ما بتقعد معي؟ أنا عبقول من ناحية الجمال مو من ناحية السلوك أمرقوف متطقق هم؟ يعني أنا من ناحية الجمال ما بسومت الأمرقوف بس سلوكي ما بيطقق مو هي؟ إذا بدك يعني قول بتقولي للأمر قوم تكون عبكزب كنتي ست ستات بس هلأ خلاص جعلكتي هلأ أمر؟ أنا حق يا نوال أروح أتطلع أبوشك بالمرأة يروح هلأ أنا مجايبش أن أحضر مصر حيات الإخناق طبعكم إذا في معكم قرشين تساعدونا فيه نقولوا أنا ما بساهم إلا إذا بدكوا لتجوزوا أبرقوف إذا بدت فرشون الجازة ما بساهم وإنتي مامو لك هلأ أنت شوف هرقا معي خلي إمرأ قوفتت مرمار متل ما مرمرتك لأنه أنا أكتر واحدة رح أتبادل منها لجوازي أنه قحتي مع البكرة مرتعمي بعد ما يتجوز عمي تش تذكر عنا إيه والله الحاكي مصبوط لا تقبري قلبي هلأ بعطيك اللي في المصب لك؟ من الليك؟ كأن بنتك بتزعو متحت البلاطة أنا ما معين ما معين لا 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 تق شو عماد طمني شو صار معاك؟ حطي رجالكي وإيديكي بماء باردة مش الحاجة بصار معها مصاري بعثهم ما بيك وإلا إشمت فيه شماتي إذا بدك إىها ما تبيعه منرجع المصاري لسه ما صار شي لا كتر خير بلال أماني قديش دو برة عماد؟ خمسين الفرقة. بالتمام والكمان. تلتالاف ورقة لمروان وستالاف ورقة لعدنان دين. شايفي رقم يا بي شو عمل فينا؟ بسوانا شحادين على آخر عمرنا. شو؟ شكلك مو شكل واحد اليوم عنده كتب كتاب وعرس؟ ايه؟ ما يكحق لأنه العريس دبر شوية مصاري وقرر يعمل عرس رسمي. انو عريس؟ عريسة لحنان شبه؟ ليشو؟ انت شو؟ انا؟ ايه؟ انا ولي امرأة. لب لب لا تكوني مفكرة اني اني انا كنت العطية. يا هرق حريشك. اشنا مفكري هيك؟ شفتك عم تجيبلي هدايا من ورا ظهري. قلت اكيد بده يتجوزها. لك مجنونة انتي ما فيك مغ. انا كنت عم اجيب هدايا من ورا ظهرك لحتى ما تنقي عليه. بعرفة تبديك حجة. اوه ما اقول يا ابو رقوف. ابو رقوف. اللي مخه فاضي. شو بيعمل فيه؟ بيعبيه دبس بنادورة حتى ما يضل فيه محل الأفكار السخيفة اللي بتطلع منك. هـــــــــــــــــــ كرة والله به يـــــــــــــ sale حاضر على ر populations وكرة 모 imperم plano الذ max waren النبال لا highest لاساهلا يسعرت يطلب من السادة المواطنين الذين لم يثبتوا سابقا أحقيتهم في القبور العائدة لهم أن يراجعوا مكتب الدفن لهذه الغاية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر تنتهي حتما بتاريخ 15-9-2001 وتعتبر القبور التي لم يراجع أصحابها بشأنها خلال المدة المحددة تحت تصرف محافظة دمشق للتصرف بها نعم نعم شو هذا اللي هي المكتوبة إيه والله لعب لك عماد لك اسمك مكتوب بالجريدة اسمها المنتج التلفزيوني عماد دباح الغولة المجهول محل الإقامة لمراجعة المالية في مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ نشر هذا البلد وفي حال التخلف تتم ملاحقتك عبر القضاء المالية تشعبه اسمها لو كنت منتج كنت شفتني هون شو كان على بالي وبيقربك شي؟ أكيد لا نحنا قصرنا مو دباح الغولة بس جدي بزمنات ولا قط غولة من يوميتها صار لقبه دباح الغولة ولما سجلونا بالطيول سجلونا دباح الغولة بيقول دباحة طب روح اتعرف علي بركي شغلك بطولة مسلسل روح إذا الدولة اللي ما بيخفى عليها شي عم تقل لك مجهول محل الإقامة إيه أنا شلون بدي يلاقيه بيقول ناصب له شي نصبة وفارقة مشان هيك مجهول محل الإقامة لك آخ شلون هالعالم تنصب ما بعرف اللقيننا شي واحد يعملنا شي دورة يعني إذا لقيت واحد يعمل لك دورة تدريبية رح تنصو إيه إذا بشوفك بعيني ما بسده هو أشوف كتربية وأخلاق ما بنصو بس إذا وصل لقيدي عشرين خمساء عشرين مليون ما بعرف النفس أمارة بالسوق بيني وبينها الملايين ملع لقابل أخلاق أهلين بابا اسم عيمات ما هي الحكي ما هي الحكي بابا ما دخل عيمات بالتلفزيون لا لا أكيد واحد تاني طيب ماشي الله معك الله معك مع السنان شو جميل طالع مو هو مو قلت الله بس هالشي لازم يتوضح بالجريدة حتى الناس ما يظنوا يظنون بصهرنا لك إيه ما حدا رح يظن أصلا مكتوب بالإعلان منتج تلفزيوني وصهرنا مو منتج تلفزيوني مبينك نا ستيمون بينك إذا نحنا اللي منعرفوا أكتر من الكل وشكنا بقى شلون غريب الغريب ما رح يظن هلا انت في غيرك يبيقرى هالإعلانات بالجريدة كل يوم ها ست في ناس كتير بتقرأ شو بدك تعمل هلا شو طالع انت بيه ده بدي روح المالية ونخبرهم ينزلوا إعلان تاني ويحطوا فيه والده فولان والدته فولانة تولد كزا بشأن العالم تريز خبر عماد خليه هو يتصرف لك انت شو دخلا؟ عماد بشغله أنا قاعد لا شغله ولا عملي بنا منعزبه أنا بروح اروح يو يو العيش وحشور بطرس سجلي عندك رائف تمام وشبه ها؟ عليه غرامات بحدود الستمائة ليرة طيب عنوانه موجود عندك؟ مجهول محل الإقامة بلغوا عن طريق الصحف مرحبا أهلا وسهلا مين الأستاذ غزوال؟ حضرته قالوا لي انه حضرتك مسؤول عن هالإعلان هاد نعم نعم انت عماد دباح الغولة؟ لا عماد دباح الغولة صهري جوز بنتي بس مو هو الشخص المقصود ايو شو المشكلة لكان انت ليه جاي لهون؟ جاي بشان تكتبوا اسمه واسم والده وطاريخته والده ايه ما بصير هيك حتى العالم ما تخر بيت؟ أهلا 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 نحن لو نعرف كل هالمعلومات كنا سجلناها بس ما منعرف شي موسيقى 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 وموسيقى يلي علينا علينا أسمينا وجيGMنا ومصرينا وأدنينا وأغنينا ومعاشك يا حبيبي مبروك مبروك الورد مبروك الشوق مبروك التحل مبروك الفور مبروك الشمس مبروك الفي مبروك الحواء مبروك الماء مبروك الأرض مبروك الشو مبروك العدل مبروك الطو مبروك مبروك